هنروح لكرة السلة ما شاء الله ماشيين بشكل كويس جدا كان عندهم مباراة اول امبارح مع نادي طلاق الجيش في منشية البكري وستطاع النادي الاهلي بقيادة مستر اجوستي بوش ان هو يفوز 83-67 في مباراة الحقيقة قدناها بشكل جاي جدا بالمناسبة نادي الجيش عامل شغل كويس يعني المطش ده يعني اه خلص بفرق سكر 15 نقطة او 16 نقطة ولكن فريق الجيش كسب الجزيرة يعني انا اتصور ان الجيش دلوقتي التالت او الرابع كمان الرابع ناسح بعد الزمالك طلاق الجيش هو الرابع الاول اهل اتحاد زمالك طلاق الجيش طبعا احنا طلاق الجيش بقيادة الكابتن قشف توفيق ابن النادي الاهلي بس يعني عايز اتكلم شوية يمكن مباراة طلاق الجيش مستر اجوستي بوش ادى يعني وقت اطول للعيب الناشئين وادى المؤمن وقت اطول ادى العبدالله ناصر اللي عمل مطش كويس وقت اطول ادى لعمر زهران باعتبرش ناشئ بس ابتكلم عن اللعيب يا زغاني ادى وقت اطول ادى لمهيب مهيب ملعبش كان مطش الاتحاد ولكن ادى لمهيب وبالمناسبة مهيب تلع هداف البطولة او هداف المطش انا قاسب برسيد 19 نقطة يعني مهيب ملعبش مطش الاتحاد وده مستر اجوستي بوش مفيش حد بيسيبه يروح منه فيه اوقات في الباسكت بتبقى انت عندك لعيب ملعبش مطش فتيجبه ستلاقيه بدأ يعني اللعيب يتقوقع ويحس انه مليش دور فيبعد عنك تيجي تدور علي ما تلاهوش مستر اجوستي ما بيعملش كده مفيش تلعيب بيبعد عنه كل ما يعني مهيب ميديه وقت كبير جدا في المباراة وبقول لكم حتى 19 نقطة كريم حاتم نفس الكلام انا كريم حاتم حتى الان انا بقول لكم الولد ده عن 18 سنة بإذن الله هو صانع علعاب النادي الاهلي العشر 15 سنة قدام انا عندي ثقة كبيرة جدا في الولد ده يعني اتخلق عشان يكون صانع علعاب هو طبيعي جسمه بفكر وبشخصيته يمكن مطش الاتحاد كان مطش كبير وهو عنده حسن من كده ولكن مستر اجوستي واثق فيه جدا وانا الحقيقة شايف ان الثقة دي في محله الولد اللي يلاقي بكاس عالم وليقي بأفريقيا وكان من الاحسن صنال علعاب في أفريقيا في سنه فالولد ده محتاج وقت اللي عايز اقوله ان مستر اجوستي بيقود المجموعة حتى الان الحمد لله بشكل جاي جد وكان اخره مباراة الاتحاد ثم طلع الجيش عندنا مباراة قادمة وبعد كده الدوري هيوقف الدوري هيوقف عندنا مباراة القادمة مع البنك الاهلي والدوري بعد كده هيتوقف عشان المنتخب رايح يلعب الويندو في اسكندري هتتلاعب في الشطبي في صالة التحاد اسكندري ومهمة جدا انت يكفيك فوز مباراة واحدة من اصل تلاتة حتى تتأهل لكأس العالم وده حلم كبير جدا لنا وان شاء الله الاهم كمان من كأس العالم ان احنا نروح نعمل نتيجة يعني انا افتكر في سنة من السنين لبنان كسبت فرنسا فرنسا بلعبة الان باي كان باركر بيلعب واللعبة دي كلها كان بتلعب ولبنان كسبتهم عايزين نعمل حاجة زي كده يعني محتاجين في كأس العالم وعندنا عندنا جيل يقدر اعداد يبقى كويس ممكن نروح يعني نتأهل الدور التاني ليه لا ليه ما نحلمش يعني اصدقل ان احنا محتاجين بقى يبقى لنا تواجد لان نمطش واحد او تطلع في الدور اللي بعد كده هيحط مصر في رانكينج احسن هيبقى العالم كله هيقول لك لا ده مصر رجع التاني زي ما الالعاب التاني بتاني زي ما اليد عامل فانت محتاج تأدي اداء كويس في كاس العالم لان انت بالاخص انت عندك اجانب عندك محترفين يعني النهاردة اتحاد السلة اعلن ان عاصم مرعي جاي يوم عشرين فبراير عشان ينضم لمنتخب مصر قبل الويندول لان انتعارفين طبعا هو محترف بالخارج في كوريا الجنوبية وهيجي طبعا رحلة طويلة بس ده يدل لك قدي يعني مرعي عاصم ما كانش بيجي قبل كده لظروف معينة وكانت بتمنعه ان يجي ولكن شوف يعني هو جاي النهاردة ويجي قبل البطولة بتلات اربع يمكن اسبوع كمان فهو جاي وسايب فرقته هناك لانه ما فيش زي اليد توقف دولي ما فيش زي اليد توقف دولي اليد بيوقف دوليا عشان اللعيبة كلها ترجع لمنتخباتها البسكت ما فيه الفيفا ما بعلش كده فهو سايب فرقته وجاي هلعب مع المنتخب كل ده بيدي للك ان اللعيبة عندها اصرار وعندها عزيمة انها تطلع كاسة على وربنا يسطر على لعبتنا دايما بيبقى مطشط افريقيا بتبقى اللودة عالي جدا بتلعب ثلاث مباريات وارا بعض بيبقى الواحد الآن على اللعيبة ان اللعيبة يتصاب مش بس لعيبة النادي الأهل كل اللعيبة مصر ربنا يكرم يا عدو على خير ما يبقاش فيه اصابة لحد لان المطشط بتبقى مكسفة انت هتلعب ثلاث مطشط هتلعب تونس هتلعب جنوب السودان اللي هي أوريدي خلاص حجزت مقعدها من الفترة اللي فاتت وهتلعب كمان الكاميرون اللي هي غالبا هتيجي اي امال او اي طموحات النادي تاه طيب انت بتنافس من في مجموعة الويندوز الاخيرة بتنافس السنغال السنغال على فكرة كانت في مجموعتك وطلعت تاني ولكن بتلعب نفس الفرقة اللي انت بتلعبها يعني سنة هتلعب تونس وهتلعب جنوب السودان وهتلعب الكاميرا وبالمناسبة السنغال المجمع اللي فاتت او الدورة اللي فاتت او الويندو اللي فاتت اللي كان في تونس كسبت التلات مطشط احنا خسبنا مطش من جنوب السودات السنغال كسبت 3 مطشات هي حتى لو جات هنا وكسبت 3 مطشات انت يكفيك تكسب مطش ايه انت مش هتلعب السنغال بس يكفيك تكسب مطشين الكاميرون وكسب تونس الكاميرون وكسب جنوب السودات هتتأهل بقى انما يعني لا قدر الله كسبنا مباراة واحدة ممكن تخش في حسابات معينة مع السنغال بس برضو حتى لو كسبت مباراة واحدة وتساوت في النقاط مع السنغال المواجهات المباشرة فرق اللي سكل صالحك انت كسبتهم هنا فرق حاجة عشرين نقطة وكسبت منهم منك في دكار في السنغال فرق باسكت بان ولا بون حتى لو تساويت في النقاط مع السنغال لا وحتى يعني بفرضة ان انت السنغال يعني سبقتك بالنقاط انت هتخش حسن ثالث يعني انت كده كده حزوزك الحمد لله كبيرة جدا ان انت تصل لكاس عالم وان شاء الله نحتفل بإذن الله مع منتخب مصر بالصعود لكاس العالم يمكن ما طلعناش من 2014 على ما اتذكر دي كانت اخر مرة منتخب مصر لعب كاس العالم وللأسف راح وطلع من اول دور ولكن اتمنى ان شاء الله الكاس العالم ده يبقى انه تواجد قوي خاصة المنتخب بشكل كويس